استقبلت من قبل فخامة رئيس الجمهورية لقاؤنا تمحور أساساً حول المهمة التي كلفت بها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الاتحاد الإفريقي منظمة سيدياو ومجموعة دول الساحل الخمس هي مهمة لتقييم الأوضاع الأمنية التنموية لكامل دول الساحل ليس فقط دول الساحل ببعضها الجيوغرافي التي تضم موريطانيا، مالي، بوركينفاسو، النيجر، واتشاد بل كذلك الدول المجاورة للساحل التي تعرف تهديداً إرهابياً وتهديداً للجماعة الإجرامية تعرف هذه الدول تحديات أخرى ليست أمنية فقط بل مؤسساتية أيضاً فبعض هذه البلدان تشهد تراجعاً في الديمقراطية من خلال الإنقلابات دف إلى ذلك التحديات الأمنية والمؤسساتية والتحديات المناخية تحديات إنسانية، تحديات ديمغرافية، تحديات اقتصادية واجتماعية لأن العديد من هذه البلدان تتواجد في مراحل انتقالية المهمة تتعلق بدراسة هذه الوضعية لأن كل دولة وحلفائها تملك استراتيجية مختلفة لمواجهة هذه التحديات هناك حوالي عشرين استراتيجية يتم تجسيدها في دول الساحل مهمة تكمن في تقييم هذه الاستراتيجيات وتقديم مقترحات لمواجهة هذه التحديات للوصول لهذا الهدف نحتاج لمساندة كل الفاعلين كل دول المنطقة وفي المقام الأول مساندة الجزائر الجزائر دولة محورية في المنطقة فلهذا الغرض جئت لأطلب من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون مساندة في هذه المهمة التي أوكلت إلي أشكر سيد رئيس على النصائح التي أسداها لي لإنجاح هذه المهمة أشكره أيضا لقراره المتعلق بمساندة هذا ما أستطيع قوله حول اللقاء الذي جمعني بفخامة رئيس الجمهورية شكرا 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 شكرا